اهلا وسهلا بكم عجيد مشاهدينا ومستمعينا الكرام ببرنامج اللي حكي بالسياسة بسن راحب بضيفة الصحافة احسان خريس اهلا وسهلا بكم. بداية سيزة احسان موضوع ملف الرئاسي. كان مفترض يكون في جلسة اليوم ولكن تأجلت بسبب رحيل الرئيس احسان الاحسيني. الاسبوع اللي جاي راح يكون في جلسة. شو راح يتغير بهذا الملف. في شي مع بداية السنة راح يتغير ولا ماشين بنفس النمط بنفس الاليات بنفس الطريقة. شوف احيانا الحراكة المحلة الداخلة عم بكون اسرع من الحراكة الدولة من برا. نعم. واحيانا العكس. يعني هيدا الملف منه على اولوية المجتمع الدولة. نحنا اليوم باية مرحلة. نحنا اليوم في حراك داخلة. يعني في حراك لبناني. جبران بسيل عم يعمل تحركات. جبران بسيل راح اكتر من مرة على قطر. وتناول هيدا الموضوع. طبعا هناك استياء صعودي من الحركة القطرية في لبنان. ولكن طبعا القطريين رجعوا برروا. عم بحكيك معلومات وليس تحليلا. رجعوا برروا. انه هنه ما عم يتدخلوا. ما عم يحكوا الا بالكلام العام. بالنسبة للسعوديين لهلأ التدخل منه جدي. منه مباشر. مش منه جدي بمعنى انه ما بدون يكونوا جديين. انه ما منه مباشر. منه بهذا الحزم. منه بالحماس العالية. نعم لانه رابطين. رابطين الملف الرئاسي باكتر من ملف. وهو ما يتعلق بانه هل تستطيع السلطة اللبنانية ضمان. عدم تهديد المملكة السعودية من لبنان. يعني من 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 النشاطات اللي. هيدا الشي اللي ما بتوقف على قصة الجمهورية على اسم الرئيس. بتوقف على. اه. طبعة كاملة. بتوقف على ضمان السلطة اللبنانية. هل تستطيع السلطة اللبنانية ضمان هيدا الامر. ان هل تستطيع ضبط. النشاطات حزب الله خارج لبنان او على حدود المملكة العربية السعودية. لانه شفنا في تدخل. جم حزب الله ما عم يبعط التهديد بس للسعوديين. ما بعرف از عم يبعط. بس هن السعوديين عندهم هيدا الموضوع اولوية. موضوع انه هل. فعلا تستطيع السلطة اللبنانية. اه. حسم قرار الحرب والسلم وعدم توجيه تهديدات للمملكة. ولا مصالح المملكة من لبنان. هيدا الامر الى الان السلطة اللبنانية ما عنده جواب. ونجيب ميقاتي متل معرفة. قال انه ما بيقدر يضمن هيدا الشي. وحزب الله. بكل صراحة. الحزب بيقول الحزب اصلا ينكر انه يهدد مصالح السعودية او يهدد امن السعودي. ينكر هيدا الامر لجملة تفصيلها رغم ان هو شفنا له تدخلات باليامان. هيدا الامر قديم. ليس جديدا ولكنه من اولويات المملكة العربية السعودية. يوم مين يلي موقف هيدا المملكة المملكة في الانتخاب. السعودية حلفاء بالبلد ولا فريق حزب الله. اليوم اليوم فريق انا برأيي اليوم فريق حزب الله هو اللي موقف. لانه الفريق الثاني عمل خطوة بانه رشح مشال معواد. فريق الحزب الى الان ليس لديه مرشح. لما اقول الحزب يعني الحزب. وحلفائه. وحلفائه. او مجموعه. اذا بدك. يلي هني معه. لانه القرار لقلو يعني بكل ما للكلمة معنا. هلا اليوم اللي عم بيصير. في غزل من الحزب لجوزيف عون. يعني اه وفي اصفة عم يحكي مع قائد الجيش جوزيف عون ومتل مع وذكرت احدى الصحف بانه اتصل فيه وهنقوا بيعيد ميلاده يعني ما بعرف انه ازا هاتي موجودة. انه ازا موجودة اصلا بادبيات الحزب انه واحد يتصل بالتاني يقول له هابي برسدي ما بعرف قدي موجودة. بس انه كتبتها احدى الصحف حتى ما اتبنيها. انا المعلومات اللي عندي بتبنيها وبقولها. اليوم اه فيه لقاء يحضر او يحضر لالو انه يسير بين جبران بسيل ومسؤول التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا لمناقشة اكتر من موضوع. وربما واكيد مناقشة الموضوع الرئاسي بده يكون على رأس اللولويات. هلأ الفرنسيين كل فترة انا شخصيا لا اثق لا بالسلطة الفرنسية ولا بوعودها ولا بمكرو رئيس فرنسا لانه كل الوعود اللي كان قدامها طدعت كاذبة يعني على راس السطح. اليوم كمان في كلام فرنسي انه نحنا ما رح نسمح بابقاء الفراغ في لبنان. وما رح نسمح انه يضلوا هذا الفراغ الى الصيف. هذا الكلام مدى جديته ما بعرف. انا برأيي انه هو نفس جدية موضوع التحقيق في المرفأ رغم انه فرنسا عرقلت وتعرقل وصول حقوقيين لبنانيين الى القضاء الدولي. فرنسا مش موافقة. رح نحكي. رح نحكي بهذا الموضوع. رح نحكي بهذا الموضوع. فانا انا عم بحكي عن الوعاد الفرنسي. والفرنسيين بيقولوا يعني بحسب الصحافة الفرنسية بيقولوا انه ملف لبنان اوكل الفرنسيين من قبل الامريكيين والامريكيين. وهذا الفرنسي عم بتكون راضي عنه الولايات المتحدة. لا لحد الان ايه. لانه اوقات يعني الولايات المتحدة مش كل واحد يتصور انه هي فاضية كبيرا. بده راس الحزب او اصلا اخر يعني لبنان على الاولوية. لبنان اليوم من ثلاثة سنين الى هلأ لم يثبت احد لا داوديا ولا محليا انه على رأس الاولويات اولويات المجتمع الدولي. يعني شوف انت حتى العرب اللي هني بيستطيعوا انه. بمرحلة الترسيم بس كان اولوية. بس فقط لو ومش اولوية ما بتأجل كذا مرة يعني ما دغري هيدا. لانه خلص معلب يعني في هلأ المجتمع الدولي لما عم ياخد قرارات يلزم فيها السلطة اللبنانية عم تمشي دغري. لانه انت ما تنسى عندك كتير ملفات على السلطة اللبنانية. الدولة اللبنانية اليوم مصنة في دولة فاشلة. واذا ما نفزت بتصير معرقة. وهون الخطر. ما في مزح. يعني انت لما تصير دولة هلأ. فرقاني معهم السياسيين بالبلد. المسؤولين سياسيين. ايه فرقاني معهم ايه. كرمان العقوبات بس. خايفانين. وانا معلوماتي بانه هيدا المرحلة لأ رح تقطع يعني فيه اربع سنين. بعد الاربع سنين معلوماتي ما رح تبقى هيدا السلطة ما رح يبقى هيدا النظام. شو يعني اربع سنين? يعني بدون يقطعوا هيدا المرحلة. ايه بس شو اللي رح يبقى اربع سنين? الازمة اللي فيها راح تمتد اربع سنين. ايه. بلا رئيس اربع سنين. لا مش بلا رئيس. انا اللي عم بحكي بمعنى بقاء هيدا المنظومة اختيار الرئيس على اساس المحاصصات الحزبية. سيبقى هذا الامر. لن يكون هناك اي تغيير جذري في مرحلة السنوات الاربع هلأ. ما فيه. ما فيه يعني ما فيه اي اشارة. ما فيه حدا مهتم. شو الاشارة يلي انه بعد اربع سنين تاني بالمجلس اللي هي بجديد راح يتغير شيء. لا فيه معلومات انه هو هو لحاله النظام ما راح يقدر يسمد بعد اربع سنوات. يعني بعد ما انتهى النظام اللي احنا فيه. بعد ما انتهى بعد فيه بقايا النظام. ازا بتشوف انت اليوم الادارة العامة نسب كبيرة في وظيفة الفئة الاولى مش موجودة بالادارة العامة. نسب كبيرة جدا بالفئة التانية والتالتة اخذ اجازات بلا راتب او اخذ ما يسمى الاستداع فلة من البلد. عم يعملوا اجازات عم يحاولوا يقدموا لبرة. نسبة الهجرة تعرفة. بتاريخ لبنان ما صار فيه هجرة مثل هلأ. فهيدا النظام لن يسمد يعني يمكن قبل الاربع سنين بس ما راح يسمد يعني ما راح يسمد. مثل ما هو ماشي هيك ما راح يسمد. بس ما السعودية عم بتجرب تجيب رئيس وطبقة سياسية جديدة من هلأ. يعني عم ينحكى باسم رئيس من خارج ازا بدك هيدا المنظومة يلي اليوم موجودة. كله كله هيدا. عم ينحكى انه بالمؤابر راح يكون فيه رئيس حكومي من خارج هذي المنظومة ايضا. يلي هو نواف سلام. ما بعرف. في حكي بانه نواف سلام يتحرك. سعودية بدى نواف سلام. يتحرك. طبعا اكيد بدى نواف سلام. السعودية اكيد بدى نواف سلام. ولكن اكيد في المقابل للحزب الى الان ما انه قبلين بنواف سلام ما بعرف شو هي الهواجس اللي عنده. طبعا كل واحد ما بيوافق على. الموضوع ليس بالاسماء. الموضوع هو بالمشروع. الوزاري. يعني انت هلأ بيجيبوه لك مين بدك سامير جعجع? بيجيبوه بكرة. رئيس جمهورية. واللي بيختاروا سامير جعجع ليجي رئيس حكومة ازا بدك الحزب بيجيبوه وهوش ما شرط الاشخاص. ما بيهموا الحزب اشخاص يعني. هلأ ازا بنا نحكي بتاريخ ميشيل عون يعني بالنسبة هيدي الايديولوجيات هيدي بتنعطلها الشعوب لمعطرة يعني بتصدقها وبتمشي فيها وبتآمن فيها وبتموت. هني بيشتغلوا على غير. بيشتغلوا انه الواحد اللي اللي فيه موضوع البيانة الوزاري. البيانة الوزاري والاتفاق على موضوع انه السلاح ليس محصورا بيد الدولة. وانما هناك فصيل مسلح موجود في البلد يتخذ قرار الحر والسلام. وهو شرعي ومشرع من الدولة ضمن الثلاثين اللي اسمه شعب وجيش مقاوم. هيدا هن ازا السامير جعجع بيوافق بيجيبوه. ما بتفرق معهن. وتاني نهار بيزحتوا. لا يعني سوريا على الكلمة يعني تاني نهار بي. بيفللوا. بيفللوا اي حدا. يعني اي حدا كانوا حطينه على رأس الاولويات. ما بيهمهم. بهمهم مين اللي اللي بدو يجي وما يعرقلوا النشاطهم الامنة. وحتى الحزب يعني هل اولويته الحزب انه يكافح الفساد? مش اولويته الكافح الفساد. الحزب. ما رح يصمت بالاخر? يعني بين مشروع السعودية وبين مشروع الحزب. يلي هو عم بيفتش على مين يحميله ضهره. يعني اعلى بصريح العبارة السيد حسن. بدو مين يحمي ضهر المقاومة. وبين السعودية وحلفاء بالبلد كمان. يلي عم بيفتشوا على اه طبقة جديدة او اشخاص جدد اه من خارج هذه المنظومة تيحكموا البلد. شوف اه. بين هاو المشروعين ما رح ي. شوف السعوديين مش مستعجلين. عرواء. يعني صار نفسه بطول نفس. لا لا اطول. برأيي طبعا. لانه الحزب هو في الداخل هو لو ما انه مدايق كتير مدايق شوية. بعدا الضيق اللي شوية شوية لقى مدايق. مم. يعني اولا القميس المالي على الحزب يعني ضيق صار. مم. الناس اللي بيحكوا باسم الحزب ضيق. جمهور الحزب قديش بده يست قديش بده يتحمل الوضع الاقتصادي اللي حتى عم بيطالهم. مم. او الذين يحالفون الحزب. قديش بده يتحملوا انه هنه ما بيقبضوا دولار متل الحزب. مم. يعني لأ. عم مدايق. مم. مش انه مش مدايق. والتلويح اللي بيحكي فيه جبران باسيل. اه بموضوع اتفاق مارم خيل. على كل حال كمان هناك لقاء يحضر بين جبران باسيل وامين عام الحزب. كرميل البحث بوضوع اتفاق مارم خيل انه اللي حسن. راح يلملموا الموضوع. انه يا بدون يلملموا يا اما بدون يحسموا انه باتفاق طرفين انه خلاص بين لغا. انه حاج بقى باسيل يهددون فيه. الحزب لا يهدد يعني بمرحلة من المراحل لا يهدد. عنده نفس طويل بالسياسي نعم. بس لا يهدد. شو بيستدبع. عنده اوراق كتير. شو بيستدبع اجراءات من بعد ما يفرطه. اذا في حال تم فرط هيدا الاتفاق. ممكن متل ما قال الدكتور سامير جاجع انه يستقبل الوزير جبران باسيل في حال ويفق على انتخاب ميشيل معوض. هو فيه هو ابدأ موافقته لاستقبله. ولكن انا اسأل انه الفريق يعني اللي هو بوجه الحزب. انه هل هو عنده ثقة بجبران باسيل? يعني جبران باسيل هلأ هلأ هلأ. جبران باسيل بيرشح اشخاص وبيحكي معن لرئاسة الجمهورية هلأ. عم بيرشح? يعني بيوعد اشخاص بانه يدعمون. وبيقول انه هو ما دخلوا فيهم. بيكون هو يحاكي معن. مم. بيكونوا عاملين لقاءات معن. يعني الاسلوب تبعه بالسياسي ما ما عرف قديش منافي للأدبيات السياسية. يعني جبران باسيل يمارس هكذا نوع. يعني مسلا. يعني على الاداء السياسي ازا بدك. وعلى الشفافية اكتر من المصداقية. انه هو بيعتبر نفسه عم بيناور. يعني بيروح على قطر. حقه بالسياسي. هلأ في اتصالات مع السعوديين. يعني عارفت كيف. بيرجع بيطلع بيقول انه يعني بيرفع عنوين انه السيادة الوطنية. هلأ بنشوي حكي عن النزوح السوري. يعني في ملفات اصلا ما هي بيقيد حلفائه. يعني هو بيطلع بيطرحها. فهيدا النوع من ازا بدك استهبال الشعوب. يعني ما بقى ينطلع. هل ينطلع فعلا على فريق سمير جعجع? او ممكن يستقبله? ما مرأ عليهم باتفاق معرب? كمان عملوا اتفاق معرب من قبله. مرأ وخلصوا. وخلصوا. ملف الحكومة عم نشهد. يعني هو جبران باسيل انا اللي بدي اقوله. ازا هو فك تحالفه من الحزب. انه هل هو فعلا بدي يروح مسلا عند جماعة اللي بيسمون الفرقاء المساحيين اللي هن رفعين شعار سيادة الدولة. عنديش بدون يقبضوه? عنديش بدون يقبضوه? بس ممكن ما هن موافين يتعاونوا معه على انتخاب رأي الجمهورية. ماشا الحال لانو ما اضطريني وافوا وبدون يتعاونوا. ليش اليوم اديقوا للوزير جبران باسيل مش زكزكة الحزب? والحزب عم بزكزكله. طيب بهدف زكزكة الحزب. بزيارة بكركة. بزيارة بكركة. بزيارة بكركة. اتصال بقائد الجيش. عدم ابدأ اي معارضة على قائد الجيش. عملك هايدي الزكزكات عم نحكي موجودة وباقية كرمال هيك انت عملك انه ما في تغيير. لانو الانتخاب بهذه الطريقة لا يعني انه هناك تغييرا يلوح في الافق. لانه انت كمان اذا جبت قائد الجيش. عراسي قائد الجيش. والجيش كله عراسنا. بس انه ما هو قائد الجيش ما في يحكي. ما في يصريح. شو بدي يقول? يعني هلا هو هو قائد الجيش بيقول انه هو متفرغ لهموم المؤسسة العسكرية وشجونة وشؤونة. ما هيك? بس شو بدي يصريح? ما في يقول شي. يعني بعدنا بنفس يعني اذا بدك الدائرة. دوامة. اللي هي بعدها نفس الشي. هذا النظام باقن. حتى هذه اللحظة. كل ما ما هو موجود هو للمناكفات. وين بيبلش بانتخابات نيابية جديدة? برأيي ايه. وحتى قبل الانتخابات نيابية الجديدة. اذا فعلا فعلا صار في تدخل قضائي اوروبي بمحاسبة رؤوس كبيرة في الفساد. خلينا نفوت لك من هون على الملف او الموضوع القضاة الاوروبيين يلي رح يجوا على لبنان بموضوع مكافحة الفساد وعمليات مكافحة تبييض الاموال وا 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 وا. هيدا الملف كيف قريته بالتوقيت وبالشكل? هو بالتوقيت كان يحضر لالو. القضاء الاوروبي ليس نائما. والقضاء الفرنسي. من وقت لازم نفصل بينه وبين امانويل ماكرون. لازم نفصل بينه ونتذكر منيح انه القاضية يلي حاكمت نيكولاس اركوزي هي يلي تتولى الاشراف على ملفات المتعلقة بمكافحة الفساد. يعني هيدا ما ما بتنتبه له. انا عالم بتنتبه للمناكفات السياسية. القضاء الاوروبي ليس نائما. القضاء الاوروبي ما عنده محسوبيات سياسية مثل انا. هو القضاء الاسرائيلي. هو القضاء الاسرائيلي ما عنده محسوبيات. القضاء الاوروبي ما في ولا ضغوطات ولا شيء. صار فيه اتصالات بين ازا بدك بيروت وباريس انه عم بيقولوله للفرنسيين انه انتبهوا انتو ازا حسبتوا شخصيات كبيرة حيزيد الانهيار. الفرنسيين ما عندهم شيء يقدمون من ضمانات انه يضغطوا على القضاء. الا بالكلام. لانه حتى امانويل ماكرون يعني شو بده يحكي بده يغطي فاسد ما بيقدر. اجل عرقل اه ملف تحقيق انه يوصل للقضاء الدولي ايه? بس ما بيقدر يعمل اكتر من هذا. طب ليش اليوم عم يفوتوا من باب المرفق. وفد اوروبة اليوم. اليوم في عندك باب ما كانوا منتبهين له يعني تاركينه مغلوق شوية يعني. معاهدات. او الشيء المعاهدة او الاتفاقية اللي موقع عليها لبنان الالفان وثلاثة والالفان وثمانة بمكافحة الفساد وهذا الامر ليس له سقف. الوفد القضاء الاوروبي بلبنان مؤلف من من قضاء من لوكسنبورج. نعم. من المانيا. ومن فرنسا. الالمان جدا متشددين في موضوع طبيعيض الاموال. ومليحة. عرفت معلومة من قاضي. موجود. قال لي حكيوا معنا كأنه عم يحكي معنا يعني كيف الجيش السوري لما كان يحكي مع السياسيين بهيدا الطريقة. من فوق وما في مزح. ولما جربوا يناقشون انه هن بدون ياخدوا مستندات تتصور مستندات من لبنان ياخدوا كوبية عنا مش عالتليفون. رفضوا قضاء لبنان. هيدا الموضوع بدون يقبلوا غصمن عنهم. كل قضاءات لبنان انا مسؤول عن كلامة. رح يقبلوا. ورح ياخدوا الاوروبيين مستندات مصورة. وغصمن عنهم. هيدا الكلمة اكيد. اكيد مية بالمية. ورجعوا يحطوه ازا. بس كمان اليوم هيدا ما بتطير هيك علامات استفهام. عن شو عن السيادة? اكيد. ايا سيادة. طب اليوم ليش ازا في معاهدة بتحقي عن مكافحة الفساد. مكافحة الفساد. شو خاص ملف المرفق? لا لا ما دخل ملف المرفق. في قاضي لبناني بلبنان اليوم. قاضي عفوا فرنسي بلبنان. عم بي كمان عم يحكي بموضوع ملف المرفق. يحكي. ما سابت عندي هيدا الشي. انا عم بحكيك فيما يخص ملف طبيض الاموال. وتهريب الاموال. الالمان شديدوا اللهجة. مصرين على الاستماع لسلامة. لا لا حيستمعوا لرياض سلامة على الاكيد. ولخيوا لرياض سلامة. رجا. ولحد اني بيشتغل مع رجا سلامة. مدير شي تنفيذي. ما بعرف شو التي ترتبعه. ما بعرف شو الاسم. ما في مزح بهيدا الموضوع. والاكتر من هيك بانه اذا كشفت اي ذيول متعلقة بالاموال في اوروبا. بطبيض الاموال في اوروبا في المانيا او غيرها. هيدا الامر يفسح في المجال لشو. لحقوقيين مرتبين فهمانين الانون الدولي مزبوط. انهم يرفعوا دعاوة على لبنانيين كبار امام القضاء الاوروبي. عندك معضي لبعد كمان. هيدا الناس مش مش ما انتبهو له. طيب. عندك كمان نقطة كتير مهمة. بانه اوكي ما بيقدروا هول الموجودين عنا الوفد القضاء الاوروبي انهم يوقفوا حدا اكيد ما بيقدر. ولكن في كتير اهليات لها علاقة بالانتربول. يطلب الانتربول توقيفهم. وساعتا ازا. مجرد ما اخدوا مستندات. فوقا. مجرد ما اخدوا مستندات. مجرد ما طلعوا احكام. حتى لو ما اقدر الوفد القضاء الاوروبي يوقفهم. شو هيدا الاسم يلي بيطلع ازا كان مدير مصرف معين. ولا ازا كان سياسي معين من الصف الاول. هيدا شو بيصير فيه? سيد الحسين. شو بيصير فيه? دوليا شو بيصير فيه? مين اللي حرك هيدا الملف? هيدا الملفات مانا مانا نايمة كانت. القاضي غادعون عم تحكي بها. لا 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 مش القاضي غادعون بس. وكان في زيارة لا فانصة بهذا الموضوع. في كتير حقوقيين من قبل عم يشتغلوا. ازا انت بتتذكر معي تحركت بهذا الموضوع. متحركة. في كتير حقوقيين وقانونيين موجودين باوروبا تحركوا في اتجاه هذا الموضوع لانقاذ بلدهم. اليوم في بايطاليا اتنين فتح ملف الفساد مجددا في ايطاليا. اليوم في اتنين برلمانيين ايطاليين تقادوا رشوة من القطريين وفتح ملفهم. كل واحد اخذ ميتان وخمسين الف يورو. هاي معلومات. من روما. عم جيب لك ايها عم بعطيك ايها. تقادوا هيدا الرشوة. توقفوا. واموالهم صدرت. وراح يفوتوا على الحبس. يعني حتى الايطاليين عم يتحركوا ولكن عن بعيد. يعني اي شي مستند هني بيجبوه. هادي متل هو ما دخلها بلبنان. بس انا عم بحكيك فيما يخص. تجربة. فيما يخص مكافحة الفساد. وخصوصا الفساد المالي. اكبر سرقة حصلت. يعني فيه. فيه بلبنان طبقة سرقت. سرقت مال الدولي. ومال. ممكن شي واقف. فيه مليارات. ممكن شي واقف هاي التحقيقات. تسوية معينة. هل هي. هل انا مش هدو اليوم هو ضغط باتجاه تسوية معينة. انا برأيي. فلا نحكي. يعني حتى الامم بتحكي بهالقصص. لا 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 لا. انا برأيي القضاء الاوروبي ومؤمن بهدا الامر. مستقل عن السلوطات السياسية. اذا كان القضاء الاسرائيلي هلأ عم بدايق نتانياهو. هلأ نتانياهو مورد بقضايا فساد. مزبوط. فيه بس يقال انه فيه حسابات سياسية كمان. القضاء الاوروبي ما انه مثل القضاء اللبناني. لا يسمحوا النا فيها. ما انه هيك. هيدا القضاء ناس فيه ناس قانونيين ومراجع قضائيه. فنت عمره بدراسة. مهمة هيدا الوافد ادي راح تطول بلبنان. من تسعة لتنينة وعشرين. وقد يكون فيه زيارات من بعدة كمان. من تسعة. من تسعة كانون بلش ونحنا اليوم قدي فيه بالشهر. نحنا بتطلقش. ايجوا الاوداء. صارنهم ثلاثة ايام هون. وهن باقيين لتنينة وعشرين. الشهر. نعم. الجاري. فهن باقيين. وقد تكون لالهم زيارات كمان فيما بعد. اذا احتاج الامر. قد تكون لالهم زيارات. لاحة. لاحة. الامر المهم بانه هيدا الموضوع قد يفتح الثغرة اللي هي موجودة بانك انت ترفع دعاوة على سياسيين لبنانيين امام القضاء الاوروبي. باعتبار انت عندك القضاء بلبنان. نعم. عم بحكي انا كمؤسسي مش كاشخاص. نرجع منعيد نفس اللازمة ومنكررة انه في قضاء شرفاء وكذا ولكن مسيطر عليهم. عندك القضاء بلبنان كان امامه فرصة تاريخية بعد انفجار المرفق. هو اللي اضاع هيدا الفرصة. هو اللي اضاع فرصة محاسبة ولو شخص واحد. رح يطال رح يطال. لو طال شخص واحد كبير او فتح ملف واحد كبير. حابس للموظفي الاداريين. تحقيقات الربية رح يطال الملف ما وصل لخواتيم. قلت لك فرنسا تعرقل هيدا الموضوع. ولكن ازا فتح الملف المالي. قد تكر الصبحة الى ملفات اخرى. عارفت كيف? ازا انت اعلنت. ما يبقى في سطر. صار سابت انه صار سابت انه القضاء بلبنان لا يمكن ان يحقق في اي جريمي. يعني لما بينزل عبر المراسلة لارا الهاشم اللي بوجه لها تحية زميلتنا وعبر المراسل زميلنا ادوان ساسين ما وصل تهديد من وفيق صفا. صحي. وقالوله لبطار بنقبعك. خليني اسأل السؤالات. لبنان ازا وصل لهاي المرحلة بانه بالقضاء. ما رح يبقى سطر مغطى يعني. ما ما في. ازا ازا صار في جهود مدروسة من حقوقيين لبنانيين يعيشون في الخارج. وهدا الحل الوحيد. طيب. ولا السيادة السيادة اي السيادة يا زلمان. استاذ حسين بموضوع سؤالين بعد بموضوع الرئاسة قبل ما اختم هدا الملف. اه موضوع قطر كنا عم نسمع وعم نقرأ بكل الاخبار الصحفية انه اه اجتماع رباعي لقاء رباعي عم بيصير بفرنسا شوي صارنا يومان ثلاثة رجعنا للقاء الثلاثة صار سعودية بريز اه فرنسا وليات متحدة. ما بقى في اسم قطر. هل هيدا شي من ورا اه علاقة السعودية بقطر? انصحبت قطر من هيدا اللقاء? اعتقد. يوم عم ينحكي بلقاء ثلاثة. صار في استياء سعودي. مم. دلت لي عم باورها. الدور القطري يعني يتخطى. ادى الى انسحاب خطر من هيدا الاجتماع? قد يكون ادى. بالتحليل ايه? بالتحليل هو سليم لانه قطريين منهم بوارد ابدا يرجعوا يزعلوا السعودية. بضيب الملف بايد السعودية. اي كرمال اي ملف تاني. اذا ما نشوف نحنا قطر فاتت عامي لفات. يعني ملف افغانستان تدخلت فيه كلياته. فهيدا الدور المتعاظم اكيد يقلق من هو يتكلم باسم الدول الخليجية اللي هي المملكة العربية السعودية. اليوم اذا ما نحكي بتسوي ممكن تتناول موضوع الرئاسي شبيهة بتسوية 2016 يمكن صارت صعبة لانه اصلا وجود الحالة السنية بالبلد متل ما كانت 2016 يلي كان يحكي باسم الطائفة السنية بالبلد الرئيس الحريري ما بقى موجود. واليوم ما بقى تقدر تركب تسوية مع يمكن كل النواب السنة صار من الصعوبة. اليوم غياب الرئيس الحريري عن المشهد يلي نحنا عم نعيشه اليوم. اه كيف بت بتلاقي تأثيره? هل بعضه موجود الحريري? اه بعضه مؤثر? اه كان ضابط? كان لقى الساحة السنية? ما قالوا اي تأثير? ما تغير شي بالمعادرة? كيف بتلاقي غياب الرئيس الحريري? هل هو غيابه من لبنان طبعا اثر على البرلمان باعتبار انه الكتلة السنية الوازمة في البرلمان تفتتت. هذا الامر الوحيد اللي اثر. فقط لغير. اوك. انما هو كان ماسك الساحة السنية يعني على الارض. لا غير صحيح. واللي. شو وضع السنة? واللي هني موهمين بانه سعد الحريري يرجع. كمان انه مطلوب انه يعني يامسوا الواقع مزبوط. لا فعلا يستضموا بالواقع. ويشوفوا انه الرجل برأيه السياسيان انتهى. لن تقوم له قائمة. ولن تقوم له قائمة. دور شو هو يتواصل فقط مع بعض اللي هني بقيوا. مين اللي انهله دوره? مين اللي انهله ده? هو من نفسه. هو انهى لحد ذاته دوره. انا بقول لك كان فيه اكيد اه هيدا التحرك اللي بالشارع صدمه. اثر فيه كتير لنكون امناء بالنقل. يعني الثورة لما انصارت هو اثر فيه ودغر استجاب لاله. يعني متل كأنه كان عم يعمل مبادرة حسنية انه انا ساستجيب لمطالب الشارع. ولكن اه هو ما اخطأ طبعا هو اكبر مخطئ بحق نفسه وطائفته وتياره. يعني شوف انت المخلصين بتياره وميتين من الجوع. اللي هني كانوا معه بالمحاصصة. شو وضع السنة اليوم بشكل عام؟ وضع السنة. كوضع السنة في يعني في الجوار. وضع السنة في لبنان مطلوب انه يضل مهترق. ومطلوب انه يضلوا مشتت على هذا الشكل. مطلوب. مطلوب. ممنوع. وهيدا صار فيه برأي اتفاق قليمي عليه. انه انتوا هلا بلبنان خيي خلاص الوضع مش لقلكم. بيقدر يصير اتفاق اقليمي بوجه السنة. مش اتفاق اقليمي بوجه السنة. سنة لبنان تحديدة. يعني عندك لما اردوغان بيجتمع مع الايرانيين والروس. الرئيس التركي. عرفت كيف. لبنان ما ما عم ينجاب سيرته. السنة بلبنان مشارظمون. آآ مفتتون. ما المرجعية الدينية اللي بيسموها دينية. اللي هي دار الفتوى. آآ ما عنده الجرأة انه تحكي بأي ملف. ما عنده اي جرأة انه تحكي بأي ملف. مش شغلتها. عنده مش شغلتها. بس ليه مرأة على تاريخ اهل السنة. ناس كبيري. وكانت كانت تحكي بكل الملفات وبالخطوط الحمرة. هي حتى ما عم تحكي بالخطوط الزهر لقبل الحمرة. ما بتسترجي تحكي فيها. دار الفتوى في لبنان. ملف اكتر ناس آآ بالنسبة المئوية مظلومين ومسجونين هن من السنة موجودين بالسجون. يعني السيد حسن اخر شي طلع يحكي فيهم. ودار والمفتي بعده بعده قاعد ما تحرك كرمال يحكي فيهم. او ما حط شروطه بقوة. العفو العام مفترض انه هو يستهدف الناس كلياته وتبييد السجون. لانه هيدا الامر رح يعمل حق تاريخي على ابناء كل الشرائح الاخرى. ورح يزيد آآ الناس يلي هن منتمين لاهل السنة يلي ما متعلمين شرع مضبوط ويلي ما متعلمين دين مضبوط. يلي التطرف رح يخدهم على التطرف. اي رح يروحوا مع التطرف لانه هولي رح يصير عندهم ميول انتقامية فقط لغير. يعني انت هلا اي واحد بيطلع من هون بيصير بيحط بيطلع من البلد بيصير بيحط عنده على الفيسبوك لاحز بيصير بيحط عنده على الفيسبوك قصص كتير متطرفة وهيدا مشغولة عليه الفابركات لا تزال تستهدف. بترابلوس هناك كتير من. طبعا لا تزال تستهدف. كثير عندي عشرات الملفات ازا بدك. قوى الامنية بس هي الاساس بهيدا الموضوع. والجيش اللبناني صحيح. مش كل القوى الامنية اوادموا. والجيش اللبناني ااخد قرار بعدم موضوع الاستدراج الامني. يعني انك انت تعمل حالك داعشة تتواصل مع واحد تقول له انا مع داعش يصير يصدقك بيكون هو ضعيف او عايش على الطريق او مشرد او شي. هيدا مانعوا الجيش اللبناني بشكل يعني جذري. مانع لا ما بيصير هيك بس هو الموضوع اكبر من اه الجيش اللبناني. المظلومية اللاحقة باهل السنة بلبنان لا تزال موجودة. لا تزال يعني اكتر ناس. اكتر شي متجسدي بموضوع الموقوفي. اكتر شي متجسدي بموضوع الناس يلي هني قالوا لا لأي حدن تابع للحزب او تابع للنظام السوري. سواء اكان بالشمال او وكان باي منطقة. بس اه يلي انا بقوله انه اكبر ضرر حصل لاهل السنة هو بسبب مناصرتهم لقضايا طلعت اكبر من هم. يعني كانت السورة السورية ولا ولا غيره. طلعت اكبر منهم. السيد حسين طالما عم نحكي عن موضوع الموقوفين والقصص الامنية. في حضرتك امتابع ملف فضل شاكر. نعم. وشفنا الاسبوع الماضي او اللي قبله اه في احدى الفنانات كمان اه شيرين. اه زارته المخيم وهو مطلوب. لك وانا قالنا ايه. وهو مطلوب ايه لانه انا بدي اختم انا ميك بهذا الموضوع. اوك. اه وهو مطلوب وايمة الايامة وتم استدعائها وكيف عندك اعتراض على هيدا الموضوع? انا كان عندي اعتراض على ايه موضوع 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 شو? انه استدعاء شيرين. طبعا موضوع استدعاء شيرين. اول شي لانه هايدي مطربة مش لبنانية عالمية. يعني شيرين. في حد ان يقول انه مش مطربة عالمية. تاني شي جاي تعيش بلبنان. جاي تعمل سياحة بلبنان. وجاي كانت عم تفكر جديا تعيش بلبنان. ادي الانسان اذا عاشت بلبنان. قديش بتفيدنا على المستوى الانصالي. بس بغض النظر عم تتعاطى مع مطلوب. هي شيرين. ازا جينا حكينا معها بالسياسة بتفهم شي بالسياسة. ما بتعرف شي بالسياسة. ما بدا السياسة. هي تعرف عنون. ايوه هي مخالفة الانون. كيف مخالفة الانون. هي اي عنون. اللي عم تحكي. هي التقت بمطلوب. اللي عم تحكيه جيمي تلاتة ربيع العالم تلتق بمطلوبين. شو عم تحكيه. في واحدة وتلاتين الف مطلوب بالبقاع. في ناس مطلوبين عندهم بروفيلات على الفيسبوك. طيب بس هنه يمكن مجربوها هنه استدعوها كمير يعفوه. ليش صار الاستدعاء. صار الاستدعاء بسبب لسبب واحد. بدني يعفوه. هناك تقرير بث على الاو تي في من اول ولا اخر وفاقد للمهنية. ولك فاقد للضيف. ولك ما في بقلبه ضيف. تقرير ما في بقلبه ضيف. هيك بيعملوا تقرير صحفي. يلي عملتوا للتقرير الصحفي. يعني والله العظيم بده ميت سنة لتسير صحفية. مبلش تقرير يعني كيف ديقلك. كيف الفضائية السورية بتحكي الرسمية. فده رأيك بيزني. لا 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 مش رأيك. في معايير مهنية. في معايير لها علاقة بالصحافة. انت ما بتبلش بال بالتقرير الارهابي كذا كذا. ما بتبلش بتقريرك بالارهابي. هو اذا تهم بالارهاب. ومعنا الملف كاملا وفرجيتك عليه. هلا اذا فينا نشوف الصور. فضل شاكر صرنا عادينا اكتر من ميتان الف مرة. كل النشاطات التي لها علاقة بالعمل الامني. والعسكري. نعم. واطلاق النار. كل هيدا النشاطات طلع بريء فيها حتى بالاحكام الغيابية اللي هي بتكون احكام قاسية. اوكي. هيدولي هن الاتهامات. طبعا هيدولي انا حاطت عليهم بالاحمر. نعم. هيدولي هن الاتهامات. ابجد. انه هل هو قتل ضباط اثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية. شو طلع جوابة. لك لعلك الاجوبة انه كلا بالاجماع. غير صحيح. اوكي. كلا بالاجماع. غير صحيح. كل الكل. هيا هالورقة موثقة هيدولي القضاة واحد اتنين. هيدا ارار المحكمة العسكرية. هيدا ارار المحكمة العسكرية. على ايام العميد حسان عبدالله. هيدا الارار وحتى هيدا ارار غيابة. يعني شو اللي وفعوا لهنه حيازة مواد متفجرة. دا مش حيازة مواد متفجرة. حيازة اسلحة. اوكي. وكان معروف انه فضل شاكر معه اسلحة. ومعه مرافقة. ومعه بطاقات. من وزارة الدفاع اسمه حماية موكب. كان مأمن لهم اياها. كان مأمن لهم اياها محمد الحسيني. فيه كانت نقطة كيام بأعمال ارهابية. هيدا سقطت? بالاجماع. مكتوب. هيدا هيدا. عدم تطبيقها. او كلا بالاجماع. عدم تطبيقها صحيح. يعني. نحنا ما منحكي كلام. نلقل على تاني. يعني وحدة صحفية. وحدة صحفية بتعمل تقرير. طب ما جيبي هيدا الارار موجود بالمحكمة العسكرية. بس خلاص. فيه اجندة. فضل شاكر. فضل شاكر. فضل شاكر. عارف كيف. خلاص اسم لبيس. عارف كيف. وما عنده اي دليل. انا تحديتها الى. وكل صحفيي لبنان. انه انا بطلع معهم لحالي. وهني كلهم مع بعضهم لحتى ناقش هذا الموضوع. انه هال فضل مدان او غير مدان. طب ليه ما بيسلم حاله اليوم. ما بيسلم حاله لانه ما عنده ثقة بالقضاء. انت هل ترى هناك ثقة في القضاء. انا سنين طلعوا براءة بالاخر. براءة مش كافة عقوبات. كانوا متهمين بالارهاب. يا عمي في واحد. تهمتوا رزوا لبن. تعرف شو رزوا لبن? اتنين من فتح الاسلام. برمضان. فاتوا لعنده. بيسموا حالهم فتح الاسلام. عارفت كيف? فاتوا لعنده. برمضان. ضيفهم رزوا لبن. فطروا وفلوا. ما بيعرفون. ساكن بيعكار. نحبس سبع سنين من بيت سيف. طلع براءة. لحامل وحاول انه طب يخيل الناس اللي انسجنت وطلعت براءة. انا عملهم بس على قليلة احتفال تكريمة. برا بياخدوا تعويضاتهم. فضل شاكر منه مثل حياة الله حدا. لا لا منه مثل حياة الله حدا. يمكن ما كان عنده المحامية. اكيد عنده اكيد هو انا عم قالك هو خيه. واكيد هو. ليش ما بينهي هيدا الملاغ? اكيد هو فيما يتعلق بالخطاب اللي كان اه يطلقه ردا على هيدا الاسفزيزات كان كله غلط. اكيد. بس العالم كله بتعرف فضل شاكر اوص عالجيش. لا هيدا غير صحيح. وحرد عالجيش وحكي عالفتيسة وحكي. هيدا اتحداك تقدم لي وثيقة فيما يخص هيدا الموضوع. مش اتحداك الى هو طلع فلسان. ابدا. هيدا موضوع الفتيستان شوفوا الفيديو متورخ. صار في معركة بين الحزب وجماعة عبرة وانقتل اتنان من الحزب. ولما انقتل اتنان من الحزب كانوا قاتلين من قبل لبنان العزة وعلي سمهون المدفونين على دوار صيداي اللي هني من جماعة الاسير لانه راحوا بدون يشيلوا يافطة عليها صورة صورة حزبية للحزب يعني ما بتذكر شوي الصورة فانقتلوا هول اتنان فصار في معركة من بعدا انقتل اتنان من الحزب فهو عبر عن هيدا الكلام اللي انا اكيد ما عبر عنه. شو اللي وصل فضل شاكر لهون اداء حزب الله? اللي وصل فضل شاكر لهون اداء الحزب وسلوكه هو بعدم معرفة الرد. يعني التطرف. ما هيك بيرده. اوكي. تطرف. يعني هو عملك هو فضل. مسؤول. طبعا ولا التطرف. فضل مسؤول لانه انت بس بدك تواجه اي حدا بدك تعرف كيف ترد. ازا حدا استفزك ما بترد متل ما هو يعني حتى. هو رد بالطريقة. يعني طبعا يعني لهو اخد كان معارض متل اي فنان بيكون معارض وبيحكي. هاي في كتير معارضين فنانين موجودين. صرف مصرياته على السلاح? اللي سا. لا هو هو لما صرف مصرياته على السلاح. لما اعلنت الكتائب السيدوي الى مقاومة اسرائيل ووافق علي وزير الداخلية مروان شربل وهو حي يرزق. جابوا سلاح لحتى انه هن يعملوا مقاومة سيدوية ضد اسرائيل. ما هيدا لانه كان رد انه كيف بس الحزب بده يجيب سلاح يقاوم اسرائيل. نحنا كمان بنجيب سلاح. مقاوم اسرائيل. يعني الاساس هو اداء الحزب صار الكل بضيعهم. ايه بس انا مسلا لا ما ما بعمل هيك. يعني انا ضد هيدا العمل. صحيح. يعني انا اذا الحزب بدي ايه هو يعمل مثلي. يعني ايا في دولة ايا شريعة الغاب. يمكن عدم موجود الدولة ببعض المطار. طبعا اكيد. اكيد. الصحافي حسين خريس اهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكيب السياسي. شكرا لألك. اهلا بكم. مشاهدينا ومستمعينا لهوم نكون صلنا لختام حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة. ونلتقى نحن وياكم بكرة اذا الله اراد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.